اشتركوا في القناة نبدأ على بركتلاب 80 أول يمثل المخطط المقابل تغيرات درجة حرارة 500 جرام لمادة صلبة معناه كتلة هذه المادة الصلبة لماص مجهولة X معناه مجهولة وما نعرف شيء عن النوع التاحة بدلالة الزمن إذن لدينا هذا المحور أبنائت الأزمنة T بالميونيت لدينا هذا المحور درجة حرارة معناها بالدرجة المئوية إذن ثيطة بالدرجة المئوية ونلاحظ أن هناك قيم سالبة وهناك قيم موجبة إذن المعطيات لدينا السعر حرارية كتلية لمادة صلبة إذن c هو سعر الحرارية الكتالية لمدة سائلة هو سعر الكتالية للإنسهار و سعر الكتالية للتبخر معنى معنى معلومة الآن السؤال واحد هل الجملة تفقده أم تكتسبه تحويل حراري علم في هذه الحالة الانطلاقا من هذا المخطط نلاحظ هنا أن الجملة تكتسب ماذا تحويل حراري لماذا؟ لأن درجة حرارتها شايسرالها إذن درجة حرارتها ترتفع مع مرور الزمن دائماً نرىها في حالة تزايد وبهذا نقول أنها تكتسب تكتسب ماذا؟ تحويل حراري اللي هو كي إذن نجيب عن سؤال أول مباشرة إذن نقول له واحد الجملة تكتسب تكتسب تحويل حراري لهو كي لماذا؟ لأن درجة حرارتها إذن في زيادة مستمرة إذن في زيادة مستمرة أكيد مع مرور مع مرور الزمن بدأما الحرارة يزيد إذن تحويل الحرارة يزيد هذا الشيء بديهي هذا السؤال معنى فتح الشهية سؤال ثاني حدد الحالة الفيزيائية للمادة في كل مرحلة أبنائي هذا المخطط راني ذاتكم تمني سابقا كيف إذن المرحل اللي معنا هنا مرحلة A مرحلة B مرحلة C مرحلة D نبدأ بالمرحلة A أبنائي درجة حرارة راه أقل من الصفر إذن هنا هذا الجسم التعنكي راه في الحالة الصلبة إذن هنا راه في الحالة الصلبة وأبنائي في هذه الحالة نلاحظ أبنائي أن معناه درجة حرارة راه في حالة تغير معناه تغير درجة حرارة من هنا الصفر هنا 20 معناه هنا نقص 20 وهنا نقص 40 إذن من نقص 40 حتى الوسطة الألواش إذن وصلت إلى الصفر معناه هناك تغير في ماذا تغير في درجة حرارة دون تغير في الحالة الفيزيائية دون تغير في الحالة الفيزيائية والحالة هنا هي الحالة الصلبة إذن السؤال 2 الحالة الفيزيائية نبدو بواش نبدو بالأق معناها المرحلة الأولى كده لحالة قلنا حالة صلبة صليد إذن حالة صلبة رهات تحت الصفر معناه راح جليد كما نقول إحنا أكون شوفوا شو هذا ليه جليد الآن ركزوا جيدا أبنائي في المرحلة في المرحلة بأبنائي من معناه الزمن هذا صفر إذن هذا 1 مينيت 2 مينيت من 2 مينيت إلى 3 4 إلى 5 من 2 إلى 5 هل تغير الدرجة حرارة إذن درجة حرارة ثابتة معناه هنا أبنائي في هذه الحالة عندما تثبت درجة حرارة هناك تحول من حالة فيزيائية إلى حالة فيزيائية من الحالة الصلبة إلى ماذا أبنائي إلى الحالة السائلة معناه في هذه المرحلة يبدأ معناه يصرى تحول فيزيائي إذن هنا شنقول له مرحلة بي إذن من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة معناه هذه ما كنسموها هذه نسموها الإنسهار عملية الإنسهار إذن بي إذن شنقول له من من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة شاهدتنا جمودة كتبوا لحظها الإنسهار الإنسهار معناها بارتفاع درجة الحرارة دوماً أننا تحوي الحرارة يزيد لأننا نرى في زيادة مستمرة إذا نتابع نزيد المرحلة C الآن هناك أبناء في المرحلة C تغير في درجة الحرارة ولكن في هذه الحالة لا يوجد انتقال من حالة إلى حالة الحالة هذه في المرحلة C من صفر درجة مئوية إلى غاية 120-40-60-80 إلى غاية المئة أبناء هنا هذه هي الحالة السائلة حتى من تثبت فيما كنقوله تغيرة الحالة هنا رأي في الحالة السائلة إذن C الحالة السائلة معناها الصوليد هنا وهنا يليكيد هذا الرموز بنعقل عليهم هنا صوليد وهنا ليكيد واضح؟ صح والإنسهار نجمعون ديها معناها F فيزيوم معناها F صحيح هنا هنا في الإنسهار المرحلة الأخيرة دي ركزوا أن درجة حرارة ثابتت عند درجة مئة درجة مئوية درجة مئة وهنا أبنائي معناها تحولت المادة من حالة إلى حالة إذن من حالة ماذا إلى حالة ماذا من الحالة السائلة إلى حالة الغازية معناها هنا لكملوا هذي تقول لنا حالة غازية إذن هنا معناها هذه أسموها التبخر إذن دي نسموه هنا دي إذن من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية كيسميناه أبنائي التبخر معناها يقول لنا ضابر إذن في هكذا صح السؤالة دي ما هي المادة إكس إذن مع التعليل إحنا هذه المادة اللي عنا اللي معناها أبنائي يركزوا جيدا أن درجة معناها حرارة الإنسهار التاحة هي ماذا ركزوا هنا كانت معناها تحت الصفر أو في الصفر بدأت تتغير معناها درجة الإنسهار هي صفر وأيضا درجة التجمد لك نقوله العكس هي أيضا صفر معناها منا تتحول لك نقوله بالعكس تولينا من الحالة السائلة إلى الحالة الصربة وهي درجة كم صفر إذن شيء المادة لدرجة التجمد تاحة صفر ودرجة الإنسهار تاحة صفر وما هي المادة التي درجة تحولها من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية معناها تبخر معناها الغاليان هي المئة درجة معناها مئة درجة شوى المادة هذه إذن هو الماء وينها ماء؟ درجة غليانه أو تبخره هي المئة ودرجة تجمده أو انسهاره هي الصيف إذن هذا معناه تعليل تعنا إذن نقول له المادة X إذن ثلاثة هذه من خوص الماء النقي معناها نحن أحاضنها سابقا إذن المادة المجهولة أو المادة X هي الماء النقي لماذا؟ لأن درجة حرارة الإنسهار نقول لكم هي نفسها تعتجمد معناها تتحول من الصلب إلى السائل هي الصيف إذن صيف كيلشيس إذن درجة مئوية ودرجة حرارة التبخر ماذا؟ إذن هي مئة درجة مئوية واضح إذن هذا هو التعليل بكل بساطة السؤال أرقم أربعة أبنائي احسب التحويل الحراري Q الذي تتلقاه المادة ثم استطاعتها هذا التحويل نبدو أولاً في Q الذي تتلقاه هذه المادة من لحظة الانطلاق إلى آخر اللحظة أبنائي إحنا نحن سنحسب معناها تحويل حراري تحكل مرحلة على حدة ثم نقوم بعملية الجمح باش نعرفوا شحال معناها تلقت معناها القيمة الخلية على التحويل الحراري نبدو أبنائي تعالى المرحلة وينها؟ المرحلة A المرحلة A قلناها هي حالة معناها كانت في الحالة الصربة معناها لا يوجد هنا تغير في الحالة الفزائية مما يكون شغل على لدينا تغير في الحالة الفزائية؟ لدينا قانون معروف من كتلة معناها أبنائي في السعر الحراري الكتالية تعذيك الحالة في ماذا؟ في التغير في درجة حرارة إذن لدينا قانون تعويض نتيجة مباشرة نقوم أولا بحساب كل تحويل على حذاء إذن رابعا حساب التحويل الحراري حساب التحويل الحراري بنحسب الخلي معناها ما عدنا نديرو كي طوطة الخلي صح نبدو أولا باش نبدو كي ونسموه كي واحد معناها المرحلة أ إذن في المرحلة أ ما معناها المرحلة أ فتع الحالة الصلبة إذن لدينا كي نسموها مثلا كي آ ماذا تساوي أبنائي؟ تساوي أم كتلة هذه المادة في ماذا؟ في سي ولكن وينها السي؟ سي تعال حالة صلبة صوليد معناها من رحو نخيرو 180 تعنا نخيرو هذه السي معناها سي على الحرارية الكتالية تعال المادة في الحالة الصلبة نخلطوه نبدو واحدة أو واحدة أخرى نبدو تعال الصلبة في ماذا؟ في دالتا إذن دالتا ثيطة طيب درج حرارة الآن نعوذ إذن الكتلة أشعى طوهنة؟ كنت لعطوهنة 500 قرام حذاري نخلوها بالقرام نحولوها للكيلو قرام إذن التحويل من القرام للكيلو قرام شنديرو نقسموه على ألف تعال تولينا 0.5 مباشرة إذن 0.5 في سعر الحرارية الكتالية شعطوهنة 2220 نقلوها كي ما راه هناك متلاحظوا باللي راه معناها جول على الكيلو قرام في الكيوسيس معناها هنا أبنائي ننجمو نخلو معناها القيم تعد درج حرارة خلوها بدأ معناها بالدرجة المئوية نخلوها عادي علاش نخطوش هنا بروحة راه ديلهنة وغادي قعو نحولوها الكالفن غادي ما تأثرش لقد احنا عملية الطرح بين ديرو عملية الطرح الآن إذن في قلنا 2220 2220 في إذن أبنائي إذن معناها ثيطة فينال نقص ثيطة إنيسيال النهائية لوسطة لها بلغة لها شعال إذن منا لهنا عنا نهائية ثيطة فينال الصيفر والإنيسيال كم؟ إذن ناقص 20 ناقص 40 إذن ركزوا معا صفر ناقص ناقص 40 ها ناقص ونقشة تولي نقص تولي نزائد إذن هنا شة تولي تولي 40 إذن غادي نديرو سفاس 5 في 1200 في 40 إذن كم تساوي بالألة حسبة؟ نصيبوها 44000 ماذا أبنائي؟ جول هذه كي عم هذه الحالة الصلبة بكل بساطة هذه كي عم بنفس الطريقة نديرو في المرحلة بي معنى هنا هناك تغير في الحالة الفيزيائية معنى ما نخدموش بتقانون أبنائي وين قانون نخدمو به؟ إذن نسمو كي إثنان وين قانون نخدمو به؟ إذن أم في آل أو آل ما أجلس كم الأفضل؟ آل ماذا؟ هذه المرحلة كسمناها؟ سمناها الإنسيهار معنى فيزيون إذن آل أف إذن نخدمو هذا القانون الآن من يكون عمنا تغير في الحالة الفيزيائية الآن الكتلة سيرة عنا معروفة ولهي صفر فاصل خمسة وهذه يروح نجيبوها مباشرة من الثمانين تعنا آل أفا هي ثلثمية وخمسة وثلاثين ثلثمية وخمسة وثلاثين إذن نعم ولكن هنا نلاحظوا لقلنا أبنائي ركزوا في الوحدة هناك مراحلة أبنائي هنا باش رهب رهب الكيلوجول على كيلو جرام هنا يزمنها باش تكون يزمنها أبنائي تكون بل جول باش نحاولوها للجول أبنائي فاش نضربوها ركزوه هنا تهلنا هذا معنى كما نقولو احنا بياش باش شوف تلميذة هي تبعوا للا معنى دي مريغ تكون باش تكون بالجول باش نكونوا في الصورة وهنا رهبال الكيلوجول الكيلوجول اللي قد نردوه للجول معنى هنا نضربوه غيث القيمة فاش نضربوها في ألف 335 ألف إذن في 300 و 35 ألف حذاري نعوضها كمارح صح وتساوي إذن بالآلة حسب أبنائي نصبوها 167 ألف و 500 ماذا جول إذن هذه في 2 واضح الآن ننتقل للمرحلة التي تليها في المرحلة ماذا هنا معناش تغيير في الحالة الفيزيائية معناش تغيير في درجة حرارة فقط إذن هنا نستخدم القانون الأول أبنائي نستخدم إذن Q3 تساوي ماذا في C ولكن وينها تعال مرحلة C إذن نعم مرحلة C إذن معناش الحالة السائلة والحالة السائلة ورهتها هي سي ألة إذن لكيد في ماذا في دلتا معناه ثيطة لآن أنا ما قدش نكتبها لكم ها قد نزيد نفهمكم كش درنا هادي غير باش لنا نفهمه إذن نحلوا قوسعنا إذن ثيطة فينال ناقص ثيطة إينيسيال أبنائي هذا هو نفس هذا غير باش نفهمكم شدنا سابقا فقط إذن Q3 تساوي الكتلة سائرة نحولناها صناها صفة خمسة إذن صفة خمسة في سائل شحال طوهنا رهاب الجول على الكيلوغرام نعم لا داعي التحويل إذن مباشرة ربعة لفمية وخمسة وثمانين ربعة لفمية وخمسة وثمانين في الآن نشوفه في المرحلة سي أبنائي الفينال تعني شحال تطافينا درجة حرار نهائية مية هذه مئة درجة والابتدائية شحال صفر إذن مئة ناقص صفر أبنائي مئة ناقص صفر ومئة ناقص صفر كم تساوي مئة مباشرة سننضيلي هنا إذن في مئة مئة ناقص صفر هي مئة إذن شحال نصبها كثلاث أبنائي إذن معنى المهم هو الطريقة تأكدوا إذن نصبها مئتين ومئتين وخم معنى مئتين ومئتين وخمسون جول أخيرا في المرحلة وينها دي مرحلة دي هناك تغير في الحال بزي يا أبنائي معنى نستخدم القانون هذا إذن هذا معنى شيء بسيط جدا ليس بالشيء الصعب سمينها أربعة معنى المرحلة الرابعة إذن كي أربعة ماذا تتوي إذن تتوي آم في آل ولكن منها آل هنا تبخر إذن معنى إذن آل نعوذ الآن آم الكتلة سفاس خمسة كيلوغرام في نروح نشوفها باشي طهنا الوحدة طهنا أبنائي بذكيلو جول على كيلوغرام إحنا باش نطيبها أنصيبوا الناتج بالجول معنى من يقر نردو هذا معنى من الكيلو جول إلى الجول فاشو نضربو هذه القيمة في ألف إذن الفين ومئتين وسبعة خمسين في ألفين ومئتين وسبعة وخمسين من ضربوها ماذا نضربوها أبنائي نضربوها في ألف إذن نصيبوها نزيدو ثلث أصفار إذن نزيدو ثلث أصفار واضح ممتاز معنى تحنا الجملين أو شي جملين ومئتين وسبعة وخمسين ألف الناتج كم يساوي بالآلة حسيبة إذن نجدوه إذن واحد واحد اثنان ثمانية خمسة صفرين ماذا جول إذن هذه كي أربعة معناك كما تصيبها في الآلة حاسية بحطها وصي ما ظلت حاوس على مليون لزمين لكذا لخش تلميذ ممكن يخطأ في طريقة غيراءة الأرقام كما تصيبها واحد واحد نين ثمانية خمسة صفرين ماذا جول هنا نصنع على المراحل الأربعة ماذا نفعل الآن أبنائيه وقال لكم حسب تحويل حرارية تا التي تتلقه المادة إذن شا نديروا له هذه نديرها هنا معناها إذن قسم الورقة التاعي هكذا إذن قولها كي طوطال تساوي كلية متردة نصنع ندير كي تساوي كي واحد زائد كي اثنين زائد كي ثلاثة زائد كي أربعة إذن كي طوطال تساوي كل وحدة ونعوضها بالقيمة التاحة ربع ألاف وربعمية إذن ربع ألاف أو أربع أربعون ألف عفوا جول زائد قيمة ثانية مئة وسبعة وستون ألف وخمسمائة جول زائد ماذا إذن مئتان واتسعلاف ومئتان وخمسون جول إذن ميتين وتسعلاف وميتين وخمسين جول زائد القيمة الأخيرة إذن هذه اللي نصابنا هذه قد نقلها كي مرة إذن واحد واحد اثنان إذن ثمانية خمسة وصفرين أيضا جول هنا نجمعنا كل القيم بالجول هنا على هنا نكتف الوحدة ليس ضروري غير باش نتأكد باللي مايش وحدة بالكل جول ولا غاراهم بالجول معنا هنا نستطيع أبنائي معناه الحساب أو معناه بالآلة حاسبة نقوم بعمل الجمعة إذن ماذا نجد الناتج هنا أبنائي سنجده إذن واحد خمسة أربعة تسعة اثنان خمسة صفر جول إذن هذه القيمة معناه تحت تحويل حراري التي تلقته هذه المادة معناه مليون خمسمية وتعاربعين ألف وميتين وخمسين جول كملنا الآن مع السؤال أربعة قال لك الآن ثم استنتج بي ما هي بي استطاعة هذا التحويل أبنائي قانوة الاستطاعة الاستطاعة بي تساوي الطاقة على الزمن والطاقة هنا لعناة هي هي كي هي التحويل حراري إذن ق activي الاندير الحساب بتاع معنا سؤال الأربعة هنا مباشرة مباشرة إذن حساب الاستطاعة بي إذن أبنائي بي ماذا تساوي بكل بساطة أ على تي هذا القانون عفهم البكري ولآ هذا الحالة شايع عنا إذن عندنا هي كي على تي معناه هي التحويل حراري. الطاقة اللي عنا هي عبارة عن تحويل حراري. هيا نقوم عمل التعويض الان. اذا بيت تساوي ماذا? كيش حلصناها? قيمة كي ماراها مليون وخمسمائة وتعاربعين الف ومئتين وخمسين جول. من يكون عنا هنا الفقه بالجول? الزمن ضروري باش يكون ابنائي. الجول عنده علاقة بثانية. نشوفو احنا الزمن اللي عنا معطينا هنا ابناء ايش حال? اذا. منا ابنائي. شو? تبوا معي. الزمن تعناه بادي منا احتل احتل هنا. نشوفو. صيفر واحد زوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. معناه راي كاملة عند وين? عند الزمن ماذا? عشرة ماذا مينيت. هل نتركوه عشرة مينيت? لا. يجب ان نحاولوه للثانية. لخاطر شلجول نعمره ولا تعوض معه شيء اخر. لا ساعات ولا شيء اخر. تعوض معه دوما ثواني. شو مين يكون عنا ابناء الطاقة? احنا لكنا نتذكروا. معناه في الدروس. سنة الثالثة متوسط. كنا نقول طاقة نجموه نسيبها. بماذا? بالواط الساعي. من يكون زمن بالساعة. ونجموه نسيبها بالجول من يكون الزمن بالثانية. اهنا عنا احنا عشر دقائق. بشردوها الثانية. كل تقيقة اشحب فيها. ستون ثانية. اذا عشر نضربها في ستون بكل بساطة. عشرة نضربها في ماذا؟ في ستون. اذا نجد ابناء الاستطاع ابواش بوحدة الواط. استطاع الوحدة إذا نصبوها الفين وخمسمائة واثنين وثمانين فاصل واحد واط إذن هذه الاستطاعة بكل بساطة هاو التمارين حلناه معناها وشرحناها بالتفصيل المميل ننتقل إلى التمارين الثاني وهو أيضا مهم جدا أبنائي واحد نحضر أو جزء الأول نحضر محلول مائي السفر معناه المحلول الابتدائي تركيزه السفر وذلك بانحلال حجم في غاز من غاز حمث كلون ماء الهيدروجيني أو الهيدروجين أش سئال أن حمث كلون ماء ولا روح الملح ولا لاصيد ولا معناه عندها عدة إسماوات في في صفر تساوي خمسمائة مليلت من الماء المقطر معناه قمنا معناه مشاشكلنا محلول مائي عناه فيه مذيب ومذاب واحد عرف الحمث حسبا برونشتد ما هو الحمث؟ الحمث بيكون بساطة أبنائي هو عبارة عن فرض كيميائي ماله قادر على فقدان أو تحرير ماذا؟ بروتون خلال تحول كيميائي ماله بكل بساطة إذن الفرض معناه الحمث إذن سأكتب تعريف الحمث إذن هذا تعريف يحفظ هو الأساس إذن أساس العكس تاعه التمرين الثاني إذن واحد هذا السؤال يطرحه بكثرة تعريف الحمث إذن الحمث هو كل فرض كيميائي هو كل فرض كيميائي فرض كيميائي معناه يكون على المستوى المجهري لا يرى بالعين مجرد ونعبر عنه بالرموس قادر على ماذا؟ قادر على فقدان أو تحرير بروتون مش يشردكم بروتون بروتون أو أكثر خلال تفاعل أو تحول كيميائي خلال تفاعل كيميائي خلال تفاعل كيميائي هذا هو بكل بساطة تعريف الحمث السؤال الثاني الآن إذن أكتب معادلة تفاعل حمث خلون ماء أرسيال مع الماء ثم أحدد ثنائية أساس حمث أو حمث أساس نبدو مننا حمث أساس المشاركة في التفاعل سهلا دلنا هذا المثال معنا سابقا إذن الثنين معادلة تفاعل كيميائي أبنائي كي تكون إذن معادلة التفاعل الكيميائي معادلة فيها متفاعلات وفيها نواتج المتفاعلات شعرنا إذن عنا آش سيال زائد ماذا زائد الماء إذن عنا آش سيال زائد الماء آش إثناني أو هذو هما اللي معنا ماذا سينتج أبنائي آش سيال نحن نعرفه مش شيء يسرى له إذن هذا عبارة عن حمث سيفقد معناه بروتون لهو آش قلنا بروتون هو نفسه معناه شهردة الهيدروجين نخاطرش الهيدروجين فيه إلكترون واحد يضور في مدار وفيه بروتون واحد في النوات لو يفقدوا إلكترونه سيصبحوا ماذا يصبحوا شهردة الهيدروجين وشهردة الهيدروجين شفيها فها بروتون واحد في وسط النوات بكل بساطة إذن biblical Almost من الجهنة او موجب. هذي ادي حاجة موجبة وليها بروتون. زائدة. الان هذا شيء يولي. يولي شاردة الكلور السالبة. لخاطرش هذي الاش هذي تروح له. يولي سيال سالب. صحة? اذا هذا ابنائي عبارة عن معدنة. ومنسوش نديرو الحالة بزائية. نديرو الحالة بزائية تعكل فرط كيميائي. لان شرع اش 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 قل لك. قل لك اعطيني الثنائيات. الثنائيات حمث اساس. نبدو اولا ابنائي باش سيال. اش سيال. ثنائيات عشاية هي الحية اللي تشبه له في الطرف الاخر. شاولي يشبه له سيال ما. ها هو الاساس تاعه. بكل بساطة. الان نحوس على الحمث الثاني. الحمث ما هو? هو كل فرط كيميائي قادر على فقدان او تحرير بروتون. هذا ينجم يفقد ولا ما ينجمش. هذا دلنا المساوة. ينجم يفقد ويعاودي ولي. معناه يعاودي ولي من جديد ما او لا لا. نعم ينجم يفقد. اذا هذا هو الحمث. وهذا ينجم يكتسب ولا ما ينجم يكتسب. نعم اذا هذا هو الاساس. اذا اش اثناني او. هو ماذا? هو الاساس. هارا ندرنا ثنائيتين حمث اساس. صح. اه لتحديد تركيزه او تركيز المولي السي سي صفر. معناه تعلم محلول هذا. لمحلول حمض قلون ما اش ثلاثة او موجب زائد سيال سالب. معناه سيولا حمض هنا قلون ما راه محلول. منحل في شوار سالب وشوار موجبة. نأخذ حجم منه قدره خمسة مليليتر. ثم نضيف له الماء المقطر حتى يجب حجمه خمسمائة مليلتر. ابنائي هذه العملية شاهية عملية التمديد. معناه هنا حسب ارأيكم. مدام كان عندنا الحجم في الاول خمسة ولنا خمسمية. معناه معناه معامل تمديد شحال مائة مرة. مدوه هنا شحال خمسة في ميق خمسمية. مدوه هنا اذا اف هنا شحال مائة مرة. عقلوا له هذه الملاحظة يقولكم فيها. اذا معامل تمديد. اف ماذا يستوي؟ هو نفسه الحجم ابتدائي على الحجم معناه نهائي. ولا التركز الابتدائي على التركز النهائي. اذا نسيبهم كيف كيف. اذا نسيبهم كل تلحاتين كيف كيف. صح. ثم نأخذ منه حجم ذي اه. هذا يعطينا في الرمز تعلق معناه قاعدة تعنا القانوني نحظنا. يساوي خمسة ميليليتر نعايره معناه هذا المحلول ماذا؟ المعاير. لنبا نعايره اللي هو حمد كل ما. نعايره بواسطة معنى هذا المحلول المعاير هيدروكسيد السوديوم وهو نا موجب زائد او اش سالب بين نواسوه نعيره بهذا المحلول ذو التركيز السيبي يساوي 0.02 مول هنا أكيد أبناء إيشة قلت لكم قلت لكم قلت لك حاوستي على تركيز 16 لعلى المحلول المعاير بكل بساطة أولا قلت لك أرصب التركيب التجريبي للمعايرة عليه كافة البيانات سهلا نرسم التركيب إذن من الجزء الثاني من هذا التمريع السؤال واحد إذن نرسم التركيب التجريبي إذن تركيب التجريبي أول شيء معنى في هذا التركيب التجريبي شعرنا عنا سوحاحة وعنا كأس بيشر وعنا مخلاط مغناطيسي هذه الأمور المهمة وأيضا وين نحطه المحلول المعاير ومحلول المعاير هذه الأمور أكدوا لي عليهم أبنائي إذن نجو نرسمه حامل هكذا الآن هذا الحامل يحمله ماذا؟ يحمله السحاحة تعنا إذن نرسم السحاحة هنا هكذا السحاحة تعنا شافيها أبنائي فيها صنبور هنا حنافية صنبور نحلوه ونبلعو بها معناها باش نتحكموا في الله ثم نرسم هنا ماذا؟ نرسم معناه على شكل مستطيل ولا اللي هو المخلاط مغناطيسي ثم نضع فوقه ماذا؟ نضع فوقه كأس بيشر صحة الآن هنا أبنائي هذا كي يجي يجي معناه فيها تدريجات بنعرف القيمة على المحلول المعاير تعنا ونحن ندير المحلول تعنا إلى قيمة معينة ثم ماذا نضع هنا؟ نضع مغناطيسي باش؟ معناه تتم عملية ماذا؟ عملية الخلطة إذن هنا ندير هكذا معناه أزرار ولا ونبدأ نسمو له في المعطيات ولا العناصر الشيء قال لك؟ قال لك عليه كافة البيانات عليه كافة البيانات البيانة الأول أبنائي هذي شا هي؟ إذن ساحاها هل ندخل شا نديره في الساحاها؟ نديره المحلول المعاير المحلول المعاير اللي ننعاير به المعاير نشكله هذا الحرف المعاير صحي؟ واللي هو محلول ماذا؟ نجمو نديروها له اللي هو محلول أبنائي هيدروكسيد صوديوم هيدروكسيد صوديوم هو ندلوه هنا ندلوها هنا ندلوها هنا من أفضل بيعرف اللي أنا فاهمي هنا أبنائيش عنا ماذا يوجد بداخله أبنائي نوضحوا له باللي رانا دلنا كمية من المحلول المعاير إذن هنا محلول معاير نرانا نعايره فيه لهو محلول ماذا إذن حمض كلور الماء آج ثلاثة أو موجب زائد السئال السالب هذك سموه أبنائي سموه إذن مخلاط مغناطيسي وهنا هذك نسموه إذن إما مغناطيس أو نجمو نقوله مغناطيسي مغناطيس مغناطيس معناها مغناطيس هو لغادي يبدأ يدور وهذا أكيد حامل باش نده النقطة كاملة ما خلو الله شوف رصاوين ينقص لنا إذن هذا هو التركيب التجريب التعاشة على المعايرة تعاملية المعايرة إذن التجريب لعملية المعايرة السؤال الثاني الآن أبنائي شغلنا اكتب معادلة تفاعل المعايرة ثم أنشئ جدول تقدم إذن معادلة أبنائي المعايرة شغلين ندق سندق معناها الحمض التي تعنا مع الأساس لدينا الحمض هنا يا شهوة ندق أش ثلاثة أو موجب زائد ماذا معناها المعايرة ستتم أو التفاعل يتم مع ماذا مع الأساس الموجود هنا لهو ماذا لهو أش سالي ماذا سينتج لنا أبنائي إذن سنعرف ماذا سينتج إذن إثنان معادلة المعايرة معادلة المعايرة إذن شغلنا عنا الحمض التي تعنا وهو أش أش ثلاثة أو موجب صاحة ذي نقلعوها نحذفوها إذن هذه مش ما تحسبوها إذن أش ثلاثة أو موجب نعاود وقع ندلوها هنا إذن أش ثلاثة أو موجب كنت نحسبها ناقص هذه إذن زجزنا لها قلنا ندلو الأساس إذن الحمض مع الأساس لهو أش ساليب إذن شغل يخرجنا أبنائي إذن هذا الأش شو تبقوا معايا غادي يعطي الأش لهذا مين يعطيها أش ما غادي يولي لي هنا يولي لي أش اثنان أو وهذا شغل يولي أش اثنان أو إذن هي في الحقيقة غادي نتج لي أش اثنان أو ولكن باش نوازنو باش يخرجونا أش ثلاثة هنا عندي زوج والواحد عندي عفوا عندي آش عندي ثلاثة والواحد ربعة إذن باش يولي لي هنا أش أربعة فاش غادي نضربه كموازنة نضربه في ثمين والأكسجين عندي هنا زوج إذن إثنان في واحد إذن هذه المعادلة أبنائي تعموا عائرة إذن كان عندنا الحمض زائد الأساس خرج للماء ويخرج بوفرة أكيد الماء سيكون بوفرة الآن غادي نديروا جدول تقدم إذن جدول التقدم إذن نرسم جدول جدول تقدم نرحظينها من السنة أولى ثانوي باش نكونوا صورة إذن هنا الفوقاش غادي نديروا غادي نديروا المعادلة التعنا صح هنا عنا المعادلة غادي نرسمها كارب حليل وقت إذن هنا المعادلة ثم هنا عنا التقدم التعنا صحي ونديروا ثلاث حالات نديروا الحالة الابتدائية نديروا حالة كيفية أو انتقالية ونديروا آخرا حالة نهائية صحيح نحفظوا الجدول تعني أنك يكون إذن هنا شغل تكون المعادلة ثم أبنائي غادي نديروا هنا التقدم أقول نشرحكم علاش إذن هذه ما نتحقوهاش هنا عندي الحالة الابتدائية إنيسيال عندي هنا حالة كيفية أو إذن حالة كيفية أو انتقالية كيفية أو انتقالية وهنا عندي أبنائي حالة نهائية فينا حالة نهائية الآن التقدم هنا في البداية يكون صيف في الحالة ابتدائية هنا يكون إكس وهنا يكون إكس في نار هذا هو معنى إكس في نار نقص بها إكس ماكس هذا التلاميذ معنى هو معنى يجيهم سهل هذا جدول التقدم الآن شا نديره هنا أبنائي نكتب المعادلة تعنا إذن نكتب المعادلة المعادلة هذه نفس هننقلوها إذن شاعلنا عنا آش ثلاثة أو موجب زائد أو آش سالب شادي تغطينا إثنان آش إثنان أو صح نقسم الآن أبناء الجدول تعنا على حساب شحال عندي متفاعلة نواتيج عندي متفاعلة نقسم هذا لزوج ويبقى لنا الأخير تعناتج ها هو الجدول تعنا بكل بساطة نبدو نعمر الآن أبنائي فيما يخص معنى آش ثلاثة أو موجب في الحالة ابتدائية أبنائية في الحالة ابتدائية معنى التقدم ما نديره هنا في هذه الخانة معنى كمية المادة الابتدائية تحالة وكمية المادة كنا نمزورها بآن إذن آش ثلاثة أو موجب والي هي كمية المادة أق غد نسموها أق الابتدائية آن أق ولا ندلو أن 13 أمودة هنا هذا معناه المعاير لأن هذا المعاير هو أ والمعاير سمناه بي ما في التمرين أعطانا بي هذا تعوش المحلول المعاير وهذا بي تركيز المحلول المعاير إذن كمية المادة تكون عنا كاملة هنا تكون عنا مزامة تبدأ العملية وهنا الأبنائي الناتجة تعنا يكون عادة ما زال ما يبدأ في الحالة ابتدائية معناها الماء رأنا في الماء أي نبدو في الحالة ابتدائية من يكون تقدم تعنا الصفر هنا يكون تفاعل ما زال ما يبدأ معناها كمية المادة تكون كاملة كما كانت معناها تكون بالنسبة لها الخلية إذن تكون C A في ماذا في V A صحيح والمتفاعل الثاني أيضا C B في V B لعلاش ندير ذا قانون تع كمية المادة لأننا في محالي والمحلول كمية المادة ماذا تساوي الآن تساوي التركيز في الحجم وهنا فاني تساوي التركيز في الحجم وهنا أبنائك يكون الناتجة يكون صفر في حالة ابتدائية مزامة تجعل رأنا عادة مزام ما ندير التفاعل حالة ابتدائية الآن الحالة الكيفية الحالة الكيفية أبنائي كمية المادة الابتدائية نقش منها التقدم تعنا X إذن C A نجمو نديرها من شكلة في V A ناقص X هنا أيضا C B في V B نقش منها ماذا X وهنا أبنائي يكون عندي ماذا يكون عندي X ولكن حذاري نضربه في المعامل وهو ثمين إذن 2 X هنا أيضا لو كان عندي معامل هنا ستوكيومتري نضربه في X وهنا أيضا لو كان عندي معامل ستوكيومتري نضربه في X ولكن هذه ما تكونش حتى في باكاروريا يعطوكم السنة إن شاء الله قيام هنا المتفاعلات بدون معامل ستوكيومتري صح الأخيرا نفس هذه القيمة ونديروه X وردوها X معناها الحالة النهائية إذن C A في V A نقص X C B في V B نقص X وهنا شي عندي 2 X ماكس ها وجدوا التقدم بكل بساطة نتابع أبنائي هنا أبنائي هنا الماء نجمو ما نديرو بوفرة الماء نجمو معناها بطريقة أخرى شنديرو بوفرة معناها هنا يكون عنا بوفرة وهنا يكون عنا بوفرة ونجمو نديرو كما هاك كلاهما صحيح صح ثالثا أحسب التركيز الموليسي لحمض كله الهيدروجين المعاير معناها لحمض الهيدروجين المعاير علما أن حجم التكافؤ تساوي 12 مليلات ماذا نعني بحجم التكافؤ أبنائي حجم التكافؤ معناه هنا غاديمين نبدأ المعايرة نحلو الصنبور تعنا هذا يبدأ هود يبدأ هود يبدأ نفرض أنه معناه هود هود احتال هنا في هذه الحالة لاحظنا أن أبنائي لون المحلول تغير وعلمتكم الطرق يش نحبس المعايرة إذن لون المحلول يتغير معناه عندما تنتهي المعايرة ماذا تنتهي المعايرة نحبس المباشرة نغلق الصنبور ونقرر قيمة جديدة ومن بعدها نصيبه هذا حجم التكافؤ إذن نقسم منه الحجم الجديد نصيبه هذا الفرق وهو حجم معناه الحجم تحذر المحلول عند نقطة التكافؤ معناها عند ما يتغير لون المحلول ولا مين يتكمل المعايرة إذن حاطونا قيمة 12 ميلي لتر إذن شا نديره إذن سؤال ثلاثة إذن ثلاثة حساب التركيز المولي إذن باش نحسب التركيز المولي أبنائي عند نقطة التكافؤ إحنا شا نعرفه كمية المادة الابتدائية بتاع المعنى هي نفسها تعبي إذن سئة في في ماذا تساوي سي ب في في وفي بتاعش في عند نقطة التكافؤ إذن هنا عند نقطة التكافؤ يكون ذا يساوي هذا صحيح الآن إحنا شا رخصنا رخصنا أبناء خرجوا سي أ إذن سهلة إذن ومنه إذن سي أ ماذا يساوي غير ذا قيمة وفي أتولي معناها تحت الكسر إذن سي ب في في ب أ قسمة ماذا قسمة في آ هاي الآن نقوم بعملية ماذا عملية التعويض نشوفوا القيمة من أبنائي شوفوا سي ب إذن سي ب طوهن سي ب فاصل صفر ثنين إذن ماذا مول على لتر معناها ما تحتاج إلى تحويل إذن صفر 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 ثنين مول على لتر في الحجم الآن باش عطوهن عطوهن أبنائي بالميليلتر هذا ذي بأ وهنا ركزوا باللي سي ب مباشرة نضربوه في 10 أس نقص 3 بالصح الحجم V أ شحر ما عطينا هنا نحاول شوال V أ ورها إذن ها هي V فهن يراها بالميليلتر معناها نضرب هذه في 10 أس 3 ونقسم 10 أس 3 سي سترح ذي كم عادي معناها سنضرب مباشرة قيم فمتون نسي هذه نضرب ها 10 أس 3 ومتحت الكسر 10 أس 3 ستختزل معناها سنضرب مباشرة في 12 قسم 50 إذن في 12 قسم 50 يزمن هم يكونوا باللت كيف كيف صح الآن سئة ماذا تساوي باستعمال آلة حسيبة أبنائي نجدوها 0.48 الوحدة ماذا مول على اللتر قعوا نقولوا ما عرفش الوحدة مين نجيبها روح ونشوف التركيز اللي طاولك B C B ستسيبها مول عليك وحطها كيف نخش هذا فني نفسه تركيز إذن هاي قيمت التركيز C A المعايرة هذا هو المهم سؤال مهم هنا سيهم من اللي حتى تلحقوا هذا سؤال سيراكم فاهمين درس تحكم 100% ننتقل السؤال الذي صح رابعا يستنتج تركيز المحلول C 0 للمحلول A 0 معناها المحلول أول معناها قبل ما نمده أبناء ايش قلت لكم هذي باش نخرجوها نخرجو C 0 بمعامل تمديد لا خاطر معامل تمديد أفش يساوي يساوي C 0 على C معناها تعال الإصنح على هذا الإصنح صحيح تعال المحلول بعد التمديد إذن شا ندير سأستخدم ورقة جديدة إذن السؤال أربعة شغلنا استنتج تركيز المحلول إذن استنتاج استنتاج تركيز المحلول وهو معناها C 0 تعال المحلول S 0 إذن عنا معامل تنديد أبناء ماذا يساوي يساوي C 0 عسمة ماذا C معناها التركيز المحلول الأول على التركيز المحلول اللي مددناه ولا نجمو نخرجوه بواش إذن F ماذا يساوي إذن V 0 على V A إحنا عنا معناها C وعنا C نجمو نخرجوه بكل بساطة C 0 إذن C 0 عفوا C 0 معناها هو لنحوش عليه عنا C إذن C إذن C 0.48 صحيح إذن C عنا و F المعامل قلنا شحال من 80 كان عنا 5 مليلة تولد 500 معناه 100 مرة إذن F 100 ومن ه إذن C ماذا يساوي يساوي F في C بكل بساطة F شحال قلنا 100 مرة في C إذن صناها 0 48 إذن نجدوها أبنائي بالآلة حسيبة ولا نزيح الفاصلة مباشرة نصيبوها 0 فاصل إذن 1 2 48 ماذا مول على الليتر هذا بكل بساطة معناه نخرجوه بمعامل التركيز إذن هذا C صحيح معناها تكون أذكياء تعرفوا القوانين التي تستعاملهم في كل سؤال هذه هي آخر سؤال أبنائي خامسا ما هو فيغاز أو حجم الغاز المنحل في الماء علما أن فيام معناها فيمولار تساوي 24 لت على المول معناها مدام أطاك هذه كمطاية ستستخدمها في هذا معناها سؤال إذن خامسا خاصنا نحاوس ماذا نحاوس على فيغاز فيغاز ره ره مجهولة في هذه الحال إذن أبنائي كمية المادة علاقة تح كمية المادة بحجم الغاز إذن كمية المادة ماذا تشاوي لو كان نشوف كمية المادة تحضر الغاز إذن هي نفسها فيغاز على فيام وهذه الكمية هي نفسها والره ره منحلوين في المحلول معناها أيضا نستخدم القانون نستخدم القانون تعال في في أبنائي هذا ها هو تعال محلول آس إذن في سفر في سفر تركيز الأول في الحجم الأول إذن هذه نفسها كمية المادة إذن هي نفسها هذه أو لا نعم إذن فيغاز على فيام هي نفسها سفر في في سفر الآن نجمو انتلاقى من هذا الكلام نستخرج فيغاز أو لا نعم فيام معطينها نطايت سفر نصناها و في سفر نعم في أول معناه الأسطور الأولى إذن انتلاقى من هذا الكلام فيغاز ماذا تتعوي أبنائي إذن تتعوي سفر في في سفر في نطلع هذه تلي عملية الضرب في نقوم بعملية تعويذ الآن أبنائي سفر ويحصناها سفر فاصل ثمانية واربعون في في سفر طوهنا طوهنا خمسمائة ميلي لتر نحولوها للتر نضربها في عشر أوس نقص ثلاث شا تولي نوزيح الفاصل بثثمراتي بواحد اثنين ثلاث إذن في سفر فاصل خمسة في 24 لتر على المول تبقى كما هي إذن في 24 نجد أبنائي في غاز بالآلة حسيبة خمسة فاصل ستة وسبعون الحجم يكون أبنائي الحجم يكون أبنائي في هذه الحالة بالليتر نشوف علاش هذه بشرة أبنائي راح بالمول على اللتر والحجم في سفر بشرة راح بالليتر راح مع اللتر وفي أبنائي هن راح بالليتر على المول المول سيذهب مع المول الفوق يبقى أن اللتر كوحدة حجم الغاز وبهذا أبنائي نكون قد أنهينا حل هذا النموذج الرائع والمخترحة أبنائي إذا كان استفاديتم من هذا النموذج ضغطونا على زر الإعجاب والاشتراك في القناة بارتاج هذا الفيديو على مواقع طوصل الاجتماعي لا تنسوني من صالح دعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته